اشتركوا في القناة صحيح غيدة كمان ضمن سلسلة النشاطات اللي منقوم فيها بالتدريب الحياتي من خلال المحاضرات والوركشوب كمان هذه السنة مخصصينا او مخصصتها حتى ما احكي مثل الفننين مخصصتها كمان لدعم كل المؤسسات الخيرية او الانجي او او الجماعيات يلي بتساعد الافراد زويل مشاكل الاجتماعية تحتى فوطلن بروغرام دراسة نوعا ما ولكن تزويدن بمعلومات حول المهارات الحياتية يلي لايف كوتشينج بترتكز عليهم لبناء سيئة وجدارة كل شخص بتقدموا بالحياة المهارات الحياتية هن من اهم الاشياء يلي العيلة المدرسة الجامعة كل حياته الانسان بيتعلم من ورا خبرات معينة كيف يتصرفها اجا اختصاص اللايف كوتشينج جمعون كلهم سوا وقال لهم يا جماعة هودة جروب سكيلز اوف لايف ما توجعوا راسكن تحتارو كيف لازم تعملو تحتى تكونوا مرتحين برياكسيون والاكسيون اللي عم تعملوها ركزوا على هودة العشر مهارات يلي هن كتير مهمين ومشان هيك انا مصرة كل ما بجتمع مع مؤسسة بيقلن ما بيكفي انه نحنا عم نأملن حاجاتهم الاولوية لهيدا الانسان يلي عنده مشاكل كتير مهم يكون في عنده اشخاص حده يحبوه يأمنونه اللي بدوا اياه ولكن نحنا اذا ما علمناه كيف هو ينشر هالمحبة كيف هو يأمن حاجاته مع ضغوطات المجتمع نحنا ما منكون عم نأمننه شي لانه مجرد ما ظهر منها المؤسسة لا حاجة يمكن هو صار كبير بالعمر صار مستقل صار ناضيش فوق 18 لازم يكون قادر يواجه المجتمع ما عم بيكون عنده مهنة بايده او اذا عنده مهنة بايده لانه فعلا في كتير مؤسسات بتعلم اشخاص بعض المهنة الاولية تا يقدروا يشتغلوا فيها ولكن هو ما عم بيعرف يتعامل مع ضغط العمل بالمجتمع ما عم بيعرف يتعامل مع رب العمل مع العمل الجماعي مع ادارة مشاعره اذا هو دق خلقه لانه منه متعود يلتزم تخيلي في اشخاص مسنين وهذا بيخبروني اياها يعني في اشخاص مسنين بيرفضوا اوقات يعيشوا ضمن مركز للمسنين لانه منهم معودين يلتزموا بروتين يومي اي ساعة لازم توعوا وين لازم تاكلوا وامتين لازم تتحمموا وامتين لوقت الراحة فهيدا نوع الالتزام كمان هي مهارة حياتية في كتير على العالم هيدا سبب فشلهم وهيدا سبب طلاقهم وهيدا سبب خيانتهم لانه ما بيعرفوا يلتزموا لانه ما بيعرفوا يديروا مشاعرهم ويروقوا حالهم ويعملوا مانجمنت لكل هالضغوطات بحياتهم مشان هيك هيدا البرنامج من الله راد رح يدخل على اكترية المؤسسات اكيد يلي بيقبلوا ويلي عندهم هالبعض النظر يتعاونوا مع مداربين باللايف كوتشينج تحتى اكتر نساعد هود الاشخاص نزودهم بسلاح كتير مهم يلي هن هالمهارات الحياتية يلي مبارك خلال المؤتمر حكيت عنهم وفسرت كل شغلة فيهم وعن جد فعلا الصحافة عم تشتغل دور كتير قوي بينشر كمان هيدا السقافة لانه بيعتبر ان اللايف كوتشينج صار حاجة اجتماعية ولحبه كل بيت بكل مؤسسة بكل حتى بناء مجتمع مهارات الحياتية اللي كتير صار دينا حكينا قبل ولكن بحب الرعيدة لكل الاشخاص اللي بحمدهم اي سؤال اي فكرة ممكن يشاركون فيها اكيد ما يتردد ويتصلوا فيها يستفهموا اكتر المهارات الحياتية هن عشرة مهارات التواصل كيف نعمل كومينيكيشن مع العالم كيف نسحب من العالم الافضل ما نكون عدائيين ما نكون فوقيين يعني كمان طريقة التواصل كتير مهمة واكترية المشاكل يلي ما ترق الجماعة او الولاد يلي ما تربوا بعائلة ما بيعرفوا يتواصلوا ما بيعرفوا يحترموا لكبير ما بيعرفوا يسكتوا وقت اللي لازم ما بيعرفوا لانه كان عنده نقص حنان يعطوا حنان معين ويتواصلوا بطريقة لطيفة مشان هيك مهارة التواصل من أولى المهارات يلي منركز عليها تاني المهارات هي مهارة ادارة الزيت كيف انا عم جد ما عبالي كون هون ولكن انا مجبورة وتباتي كون هون ادارة الزيت مجبورة اسكت بهاد اللحظة مجبورة اتصرف بهاد اللحظة حتى لو ما عبالي وعبالي هلا اكون مرتاحة ولكن ادارة الزيت شغلة كتير مهمة وهيدي الولاد بيتعلموها من خلال اليدانتيفكاسيون مع أهلهم يعني بيشوفوا أمهم أو بيهم بوقت معين عم بيشدوا على حالهم يكرموهم بعمل معين هايدي إدارة الزيت ولكن إذا الولد ما عنده أهل يعني وأهل كمان كواليفايد عندهم الكفاءة بالتربية يعني مش حيالة أهل موجودين قادرين يربوا ويعطوا هالمهارات يعني تالت مهارة هي مهارة الرفض يعني تخيل الرفض حتى هي مهارة نقول لا للآخر يلي عم بيهيننا يلي عم بيبتزنا وخاصة أنا منعرف لولاد الصغار أو المراهكين يلي بيفوتوا بيتعرضوا لتحر الجنسي أو للبولين أو قادة التنمر بالمدرسة 100% كتير ما بيعرفوا يقولوا لا لأنه نحنا أو الظروف معينة شاءت أنه عيب ما تقول لا نبلى مشي مع الأكبر منك كمان أوقات طريقة التربية بتكون شوية غلط كيف إذا أصلا ما فيه تربية دونك كمان الموضوع الرفض نقول لا منركز عليها رابعا تفهم الغير أكيد منتابع بعد الاتصال بعد الاتصال اللي معنا مادام لبان صباح الخير ألو بونجور بونجور أهلا وسهلا تفضل دانين عم تسمعي أهلا أسرعي يمكن ما يمن كتير فيتي بالجو الأسئلة هلأ لحقت بس فليز عندي سؤال يعني مع الحياة اليومية شوف علي وعم دعب تتغير الأشي ومع العمر كمان الواحد بيتغير ففليز سؤالي أنه لما بدي واجه شخص أنا من النوع الصريحة كتير وما عندي مشكلة أنه واجهه بس للأسف هالشخص اللي قدامي ويعني خاصة لما يكون صعب يكون من العائلة ما بيحبوا نوعا أنه يتواجهه فالمشكلة أنه أنا يعني ما عندي مشكلة أنه واجهه بس عم بيفهم أنه أنا الأضعف وأنا ما بدي يكون أنه أنا بيين الأضعف فهون كيف الطريقة بتكون لحتى الواحد يحس حاله أنه ما تنازل ما عم نحكي أنه نعرف أنه بالدين في أماكن معينة أنه لا الواحد بيتنازل بس في أشخاص ما عم بيتقبلوا هالشي أو بحسوك أنه لا أنت الأضعف فسؤالي أنه إذا فيه طريقة الواحد يقداري يعني أوكي أنا بصارحة بواجهة بس ما كون أنا الأضعف أوكي هلأ مثل ما فهمت منك المواجهة عم بتسببلك خسارة مشان هيك بتفضلي ما تواجهي حتى ما تخسري بقى عم بتفسري أنت هالخسارة أو هالسكوت انكسار أو ضعف بالنسبة لألك أكيد حقك المواجهة وأكيد حقك التوضح للشخص المقابل رأيك أنت بالموضوع ولكن دا إحنا دايماً منقول أكيد الوقت المناسب حتى ما ينحرش الشخص وأحسن ما تنقلب عليك نقل الوقت المناسب والمكان المناسب حتى تحكي مع هيدا الشخص مش ضروري يكون علىنا أنت حتى تعرف وخاصة نحن بعيالنا أنه لا ما بيقبل تحكيني بهالطريقة يمكن بينك وبينه بيقبل تحكيك بهالطريقة وبنفس الوقت نحن نحكي بحكوه لغة الشخص يلي مقبيلكون إذا الشخص اللي مقبيلكون مرتكز على المنطق مش على الإحساس بيرتكز مثلا على أولوية الاحترام العائلة مش أولوية حاجة الفرد أنا ما بعرف إذا عم بقرب على الموضوع يلي أصدق فيه لأنه طبعا بدي معلومات أكتر تقدر فيدك أكتر ولكن دايما أنت تفكر محل الشخص المقابل تبعك حكي اللغة تبعه أي طريقة هو رح يتقبل موقع فيك وقوليه بطريقته هو بكلماته هو بنظرته هو تحتى ما يخد إهانة أو تحدي لقاله وبالمقابل أنت تكون عم بتقول يلي عبالي كتقوليه وتوصليه بالطريقة اللي بديكيه وما يكون قبلش أنت من الأول ما أنه تحدي ولا إهانة ولا انكسار أنا مش رح انكسر وأنت مش رح تنهان الموضوع الهدف الحوار ما أنه مواجهة هذه كلمة مواجهة فيها تحدي دونك خلينا كمان نعرف نستعمل الكلمات موضوع حوارنا هلا هو لحل مشكلة تأنا وياك نربح الموقف لا تأنت تنكسر ولا تأنا انكسر مجرد ما تعملها الأرضية المسالمة يلي الشخص اللي بالمقابل حابب يسمعه يتريحه شوي يمكن بتساعدك أكتر التوصل لفكرتيك وترجع تنهيه كمان من بعد مع التوصل لفكرتيك ترجع تنهيه بأهمية أنه نضلكم اتنايناتكم على الخط ذاته من التفاهم لأنه الهدف هو يلي لازم توصلوله هو اللي أهم مش أصل المشكل هو اللي أهم وإذا فيه شي تاني نرجع منحكي بعدين لأن طبعا الموضوع واسح أكيد سامي معنا على الخط صباح الخير سامي أهلا وسهلا سامي تفضل عن تسمعك دارين ايه تفضل سامي شو سؤالك بونجور مادام دارين أهلا وسهلا أنا بدي كفه على السؤال اللي سألته الست قبل قبل أنا وفي عندي في عندي في عندي هيك شغلة صغيرة بحب أخذ فيها حل البعض المواجهة كتير سهلة إنه واجه وأخذ وعطي بالحديث ومثل ما تفضلت أنت إنه عدم الكلام الزيادة أو إنه مثلا يتحاشى الأذى ويتحاشى المس بالشعور بس إنما الشخص اللي أدامي أنا بيفتكر حاله الساعات في البعض منهم بيفتكر حاله إنه هو منتصر أو الحق معه إنه هالنسية هايدي كيف التعامل معها أو ليش موضعها هيك وبحال إنه أنا برمت باري ومشيت أنا من نجابين بس إنما بتحاشى الشر بتحاشى الأذى بتحاشى جرح الشعور وميرسي كتير لألك تانكيو لألك وعلى سؤالك اللي فعلا بيفشخل كتير عالم لأنه عنجت في عالم هيكي سائلين وبيستفزوك بطريقتهم يعني أكيد بدنا نتفهم هيك أشخاص بدنا نتفهم ما وراء تفكير ومشاعر هيك أشخاص يمكن هن عندهم مشاكل كانت بتفولتهم مع عائلتهم يمكن حتى عندهم مشاكل وجودية بإثبات زيتهم يعني بدنا نتفهم هيك أشخاص وما تحط راسك براسهم لأنه بالنهاية إذا نحنا إذا أنت هدفك مسالم وهدفك تحل المشكل شو رح يفيدك تثبت له أنه هو عنده مشكلة براسه مش رح يفيدك بشي رح يزد لك مشكلتك ورح يزد لك تعئيدات يومياتك هيك أشخاص تفهم ورا هالتفكير وورا هالغرور شو عندهم أنا أكيدة بس رح تتفهم ورح تفهم شو عندهم رح تتعاطف معهم أكتر رح تخدهم عقد عقلاتهم وعقد مشاعرهم ومتل ما قلت أنت قد ما أنت لين قد ما أنت ربحان الموقف دايما بدنا نفكر بالهدف الأبعد مش بالكلمة وبحد زيتها ونحكي بالموضوع المشكلة مش بشخص المشكلة يعني مش أنت كيف وكيف تتصرف وكيف بتفكر ومين أهلك ووين رايح ومين مفكر حالك نحكي بموضوع المشكلة ونحل المشكلة ونتفهم طريقة تفكيره في كتير أشكال وألوان عالم فعلا صعبين ولكن ما فينا نعمل إلا نتعاطف مع تاريخهم وش اللي وصلهم لهون وعلى أمل أنه هالليونة تبعك مع الوقت تغير نظرتهم وتغير طريقة رد تفعله شكرا أكيد لأتصالك كسامي نحن بعض عنا يمكن ديئة بس حتى نختم سوا داري أوكي أكيد خلص الوقت خلص الوقت بس خلينا هيك أذكر هالثلاث مهارات للزيادة تفهم الغير مثل ما كنا عم نحكي هلا سابعا تفكير الإبداع كيف الواحد يكون كرييتف لأنه كمان هيدا الشخص بيتمرن له تامين شغلة تعامل مع الضغوط كيف نتخطى الضغوط نقدر نكمل بانتمائنا الحوار بالمجتمع والتأثير بالآخرين حتى نسهل أمورنا الشخصية هودا مهارات كتير مهمة بتمنى على كل المؤسسات اللي بهمها الموضوع نتعاون سوا لخدمة تحقيق هدفهم الإنساني الأولى بأكيد بناء مجتمع أقل ظلم وأكتر رأفة أكيد ودايما طرق التواصل مع عالم صباح موجودة دايما قدامهم على الشاشة وأرقام عالم الصباح أيضا على الواتساب مشوفي الصبت الجاي نحنا نحنا عنا شخص هون يخلاقه مبدع وطلخاته كتير طيبيين ويفشلنا خلقنا دايما ورح ننتقل مباشرة لعنده لعند شاف محمد ورشة مل